وهم يذكرون أنه كان ثلاثة إخوة معهم أخت وأرادوا السفر لظرف قالوا أين نجعل أختنا لنأمن عليها فكروا كثيرا فقالوا أكثر مكان نستأمنه عليه أن تكون عند الراهب الفلاني أنه عابد لا شأن له بالنساء ولا شأن له بالدنيا متفرغ لعبادتي تكون عنده فأتوه فطرحوا عليه الأمر فرفض قال لا يمكن لا أقبل فقالوا أين نضعها والمهم أقنعوه قال إذن تكون في الصومعة التي بجانبي ولا تكون عندي وأنا أهتم بها فكان في كل يوم يأتيها بالطعام ويضعه عند بابي الصومعة ثم ينطلق ثم هي تفتح الباب وتأخذ طعامها فجاءه الشيطان فقال له وما يدريك أن أخذت طعامها قد يكون جاء حيوان أخذه أو إنسان أخذه ما يدريك أنها هي التي أخذت الطعام قال فماذا أصلاقال أطرق عليها الباب وارجع إلى صومعتك وانظر من الباب حتى تأخذ طعامها ثم تتأكد تطمئن أنها أخذت الطعام يريده أن يراها فكان يطرق الباب ثم يرجع إلى صومعته وينظر من بعيد فإذا فتحت لو أخذت طعامها أطمئن ثم جاءه الشيطان بعد ذلك فقال له أنت راهب عابد اعتدت على هذه الحياة هي لم تعتد على هذه الحياة وإنما هي مضطرة لسفر إخوانها فلو جلست معها حدثتها كلمتها لكان هذا أطيب إلى قلبها فقال نعم فصار يجلس معها يحدثها ثم هاكا استمرت الأمور حتى لمسها ثم قبلها ثم جاء معها ثم أنجبت منهم ثم جاءه الشيطان قال الان يأتي إخوتها ويقتلونك أمناك أختنا ثم نجد معها ولدا منك فقال ماذا أفعل فوسوس إليه هذا كله وسوس فوسوس إليه الشيطان أن أقتل الولد وانتهى كل شيء فجاء في غفلة منها فأخذ الغلام فقتله ولدها الصغير هذا الرضيع ثم بعد ذلك جاء الشيطان وقال له هل تظن أنها ستصبر على قتل ولدها ستفضحك لا صبر لها عن وقت فماذا قال قتلها هي أيضا ثم إذا جاء قل مريضت وماتت ودفنتها وأنت مصدق فجاء كذلك وقتلها ثم دفنها مع ولدها فلما جاء إخوتها من السفر أين أختنا قال مريضت وماتت ودفنتها أحسن جزاك الله خيرا أتعبناك معنا ثم نصدق ثم جاءهم الشيطان في منامهم الحلم من الشيطان كل واحد يأتيه في المنام يقول إن هذا حمل أختكم وأنجبت منه ودفنها مع ولدها فاستيقظوا من نومي فكل واحد يقول لثاني أو أخ وإذا الرؤى متسقة فقالوا لهذا من الشيطان فقال أحدهم والله حتى أحفر المكان الذي رأيته في المنام فحفروا المكان فوجدوا أختهما مع هاطفي فاشتكوه عند ملكهم فأخذ واعترف وأقر فأمر بصلبه أن يقتل فجاءه الشيطان وهو قد حكم عليه بالقتل فقال تعرفني قال لا قال أنا الذي أوصلتك إلى هذا المكان وإن شئت النجاة فعندي قال كيف؟ قال تسجد لي تسجد لي كما أوصلتك أنجيك قال لو تفعل قال نعم فسجد له فتركه الشيطان حتى قتله كافرا يقول أهل العلم هذا تفسير قول الله تبارك وتعالك مثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين